خلينا أقول لكم إن من السعادة اللي طلت علينا النهاردة إن لأول مرة في تاريخ القضاء المصري بنشوف هذا المشهد سيدة مصرية هي ممثلة للنيابة العامة النهاردة أمام محكمة الجنايات خلينا نحتفي بيها ونقول إن وكيلة النائب العام السيدة داليا محمود اللي مثلت النيابة العامة النهاردة في مرافعتها أمام محكمة الجنايات باعتبرها أول سيدات مصر وأول عضوات النيابة العامة اللي بتمثل الهيئة في مقام الإدعاء للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري يعني بصراحة مشهد يدعو للفخر والسعادة بأن هذه المرأة هيكون اسمها هو أول اسم يتحط في هذا المنصب كسيدة مصرية وإن شاء الله الجاي والقادم تباعا من سيدات مصر في هذا المقام الرفيع القضية كانت من أهم القضايا اللي شغلت الرأي العام لأيام اللي فاتت لأنها كانت قضية مقتل المحامي اللي كان مقتله مع سبق الإصرار والترصد واللي اشتهرت القضية باسم محامي كرداسة تم مقتل هذا المحامي ببندقية آلية في مقر مكتبه مكتب المحامي في كرداسة المحكمة بعد يعني هذا المشهد وبعد الاستماع إلى انيابه ومقدمته ومقالته واللي كانت فيه بتقدمه الأستاذة السيدة داليا محمود بمنتهى خلينا أقول السبات وكل كلمة في موقعها كان قرار المحكمة هو إحالة أوراق المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وقفنا قدام الكلمة الختمية لوكيلة النائب العام في مرافعتها النهاردة داليا محمود هي قالت وشورت على أن هذا هو شرف شرف مثلها في مقام الإدعاء باعتبرها أول سيدات مصر وأول عضوات النيابة العامة اللي وقفوا في هذا المقام الجليل بمحراب العدالة المقدس وقالت كمان في منشدتها في نهاية المرافعة اللي تقدمت بيها قالت قول الحق العدل جل جلاله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس النهاردة عندنا قصص كتير لكن حبينا في البداية نقف قدام هذا المشهد اللي الأول مرة بنشوفه في قاعات المحكمة وبصراحة تشرفنا به وافتخرنا به وإن شاء الله نشوف مشاهد متكررة زي كده وأكتر من كده وأفضل من كده في كل ما هو قادم